إمثال نقول عليك أستاذ زروالي تقول لي مسرحي وتبهرنا بأعمال ليشوفها الجمهور العالمي وكما قلتي وكما قلتي إصفق عليها أولا مشال حال شوية أولا لا 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 أنا شوف أنا خايف عليك الجمهور قادرة تمسك لي بوحد شدة وغادي بدأ نقوله وغادي بدأ نقوله وغادي بدأ نقوله وش كيف يقوله وش ما شكون نخوله الصراحية أنا أنا كنسأل أنا حاضر أنا شوف أنا تجاوزت يعني الشي اللي تحقق على مستوى الواقع مشي في المغرب شوف هات كيفاش تتقرأ في البران في العالم العربي الأسباب كان عرفوها يعني كانت عملية شحن شنا تقولي كيتو أراه كيتو أراه شوف كيتو أراه مصرحية لا ولن ولم صافي مش نكون معاك واضحة والله إلا شوف مصرحية تختصر المصرح لم لا ولن ولم صافي أنا والله يعني باش يكون معاك في قمة التواضع دي هذي نعم بسي لا أقارن نفسي إلا بشيكسبير وبريشتو موليار وهدو اللي كينين يعني ما بقاش عندي هدو المهال برا أساسي داكو برا أساسي أحسن ترى الجمهور غير حسبك طبعا غير هو أنا دنبي أو مصيبتي أنني ما خلقش في البيئة اللي خلق فيها شيكسبير ولا بريشتو اللي موليار لأنهما كانوا ناس ليهي أوليهم كانوا ناس كي قراءوا النصوص كانت نسبة القراءة مرتفعة ونسبة الدوق درجة الدوق متطورة وكان حتى المتلقي وجدوا المتلقي بشي حنا أنتوا مسأنا عقود أنتوا ما كاشتغلوا ما وجدتوا شيء المتلقي لا هذه سياسة هذه سياسة ثقافية كانت بداية الاستقلال يعني خرجت من الأول مائلة من الخيمة خرج مائل فلذلك را كان صعيب بش نصرحي قدرة ديالو على البقاء أصلا ترجمة نانسي قنقر